دعونا الوثيقة الختام هاي شوئي بيها خطورة هاي الوثيقة هي عام 2019 بسرّبت من هيئة النزاهة عملية الاستيلاء على عقارات تابعة للأخوة المسيحيين من طريق وزير العدل السابق ومدير مكتبة العقار المرقم 161 على 118 بتاوين تزوير وتسجيل العقار باسم سهاد محمد فارس الى اخره والتزوير لصالح الشيخ حيدر جبوري مدير مكتب الوزير ويقصد وزير العدل طبعا علما انه وجه بالتحقيق المتابعة بشكل مديرية لهلقد هلقد الثاني العقار المرقم 22 على 10 غزالية عملية تزوير تجري على العقار من قبل مدير دائرة تسجيل العقار الكرخي الثانية على اعناد بالتعاون معه موظفي في العامة لغرض تغيير السجلات لصالح الشيخ حيدر جبوري مدير مكتب وزير العدل العقار الاخر اللي هي مزرعة حمدي العقار باسم ليان بشير صدقي تم تزويره شباب طون الشاشة لصالح وزير العدل السابق حيدر الزاملي والعقار الاخير اللي هو باسم ارشاك روبرت تزوير وانتحال صفة لصالح الشيخ حيدر الجبوري مدير مكتب الوزير كتاب من هيئة النزاهة فعلى هيئة النزاهة الكتاب 2019 والى الان حيدر الجبوري ووزير عدل الزاملي ما زال لربما تحت تخطية الحزب اللي جابه ورشحه وخلاله مدير مكتب هسا ما احكي لكم عن صفقة اطعام السجناء اللي مليارات الدولارات تدفق الى يومنا هذا اتمنى الان من السيد السوداني يسمعنا هاي صفقة فساد اخوتنا المسيحيين الاعزاء بمنصب وزير ومدير مكتبه مستولي على خمس عقارات ماذا يحدث في عقارات تسجيل عقار المنصور وتسجيل عقار الكرادة من عمليات نصب وتزوير وكيف متورط ابو طابو الكرادة وابو طابو المنصور وبعض الوزراء في عملية السطو على عقارات المسيح فسوينا لجنة عليا لمتابعة العقارات المزورة والسجلات اللي استولوا عليها بين قوسين يقولون سراق المال الحام السلام عليكم